معنا اليوم صاحبة الصوت الجميل الفنانة نانسي بيترو الحاصلة على درجة البكالوريوس من الأكاديمية الأردنية للموسيقى هي موجودة معنا هم بالاستيديو أهلا وسهلا فيكي مساء خير حنين نوريتنا مساء خير معنا طبعا نانسي حدا يعني من الأشخاص القاربين والله على قلبنا الله يخليك وصاحبة إحساس كمان وصاحبة موهبة يعني يستحق كل العالم إنه يسمع هذا الصوت الجميل يمكن من زمان ما لتقينا بستوديو عالطريق ولكن هيك اليوم بدنا ندردش إحنا وياكي أكتر ونسمع أغاني أكتر ونحكي نانسي يعني اليوم وين موجودة شو عم تعمل على هالخارطة الموسيقية شو عم تخدمي في ها الدنيا أول إشي سمح لي وجه تحية لإلكم ولكل القائمين على البرنامج لمزاج FM وتحية لكل الناس اللي عم بيسمعونا وبدي أحكي لك أنه أكيد موجودة بهالأجواء اللي يمكن بقدر أحكي لك صعبة سهلة شوي وتعرف وقدية عم بتأثر علينا كتير ظروف بالوقت الحالي لكن الحمد لله بعد ما شوي عم منعدي شوي شوي من جائحة كورونا عم نرجع مرة تانية يكون موجودين حضرنا أغاني جديدة شوية مشاركة يعني الأمور عم ترجع شوي شوية لمجاريها الحمد لله خلينا نرجع هيك شوية للماضي مدى اكتشفتي أنه عندك موهبة الغناء شوفي هي بتكون دائماً بقي فيه سؤال بيقولوا بيزبوطي سير صوتي حلو محكي لهم لا ما بيزبوطي سير حلو هو بيجي من الخلقة بيكون أصلاً الأحبال الصوتية مهيئة أنها تكون جاهزة لا جاهزة أنه تغني إن شاء الله حنين تبتنع لها حنين مصر معلش حنين دك تسمح لها بعد إذنك خلاص حلق بعد الفاصل رح أستشيرها صراحة مع الأجواء الحلوة وأنا جاي وهيك وأنت ونغنيش مع بعض وهيك وحنينة عملي موت فلا خلاص اسمح لها تنز شكراً فهي يعني بيبلش من أنت وصغيرة وبتبلش تكبر هاي الموهبة هلأ إذا لاقت بيئة إنه عم بتساعد وتدعم هاي الموهبة بتكمل بشكل أحسن لأنه كتير الظروف بتأثر على هذا الموضوع ونشكر الله أهلي كتير دعموني وساعدوني وكملت ودرست موسيقى وبلشنا المسيرة جميل جداً طيب اليوم إذا بنحكي نانسي عن احتراف مهنة القناع يعني هل أنا يجب أن أكون دارس بكالوريوس ومخلص من أكاديميات ومعاهد غنائية عشان أنا أحترف أقول له هذا الموضوع برجع لي إلي إني أنا أتثقف موسيقياً أكتر متى احترفت هذا الغناء متى خلص؟ يعني ديوم نانسي معروفة بأنه هي نانسي مغنية ومؤدية أصوات بأدة لهجات ولغات يعني متى احترفت هذا الغناء؟ احترفت الغناء بأول حفلة أنا طلعتها حفلة للناس أنا بعتبر من هون ببلش موضوع أنك أنت تحترف في المجال الغنائي لأنه ممكن أي شخص يجي يقدم أغنية ونزلها أنا بسجل هالستوديو موجود وأنا بقدر أني أنزل هاي الأغنية وهيك سهلة وبخصوصاً بالمعطيات اللي عم بتكون معنا حالياً أنا بقدر أخلي صوتك واو حنين بالزبط ومعين بطلع واو وكذا الحياة سعيدة وهيك لكن الفكرة أنه أنت لما تبلش تواجه الجمهور هون ببلش الموضوع بالشكل المظبوط وبالشكل الاحترافي أدي أنت بتقدر أنك تجذبهم لهدول الناس وبتقدر أنك تقضي معهم وقت حلو وطويل ويظلهم مستمتعين معاك فهي هون بتبلش الاحترافية مع طبعاً تكملت أنه أنا يكوني إلي أغاني خاصة مشاركات بشكل مستمر هم ببلش الطريق بشكل رسمي قبل شوي ذكر معن أنه حضرة كنانسي بتغني بعدة لغات متل شو؟ سمعينه؟ بغني يعني بدأ ندن هيك شوية أشياء فلنسي إنجليش أكتر بس فلنسي تركي شوية هيك مع أني ما بحكي لفرنسي ولا تركي بس بس متحب تغني بحب الغناء بحب الغناء بحب الغناء سوف نقولكم بحب الغناء بحب الغناء بحب الغناء بحب الغناء بحب الغناء موسيقى 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 أردني، خليجي، خلص الأونية الحلوة الأونية وين إحساسك بأخذك؟ يعني لكل الاتجاهات إذا بقدر أحكي لك نسمع شيء عربي كونه إحنا اسمينا فرنساوي نعم فرنساوي نقولكم شيء عربي مثلاً أديم ولا جديد؟ أديم أديم أنا كلاسيكي بطبيعي لأن كتير من حب نعرف عنك أكتر بعيد يلا خليجي اسمي حنقول قديم رح نقول حبيبي مهما سفرت ومهما بعيت ومهما غبت يا روحاني وريب مني مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك مستنياك يا روحي بشوق كل العشاء مستنياك تعبت تعبت من الأشواء مستنياك وأنا دايبة يا عيني من الفراء الفراء مستنياك حبيبي 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 هكي بتحس إنه انت عم تسمع القالة وعم تسمع الصوت عم تسمع فن فن تلي بس إنه حدا يطربنا بهذا الصوت والله يخليك تتلمع وأحد شخص متمكن أنا صراحة ممسوط بوجودك معاك نانسي انت بتحكي إنه التوزيع الموسيقي هو أهم شي حاليا ليه؟ التوزيع الموسيقي هو اللي عم ياخد الناس للإتجاه اللي بدهم يا أوكي وهو اللي بيحدد الطابع تبع الأغنية عشان هيك بحكي إنه أغنية قديمة أحط عليها من الستايلات الجديدة بحولها وبقلبها لستايل تاني مختلف تماماً وهيك بقدر أحاكي العصر اللي أنا موجود فيه فبالتالي هذا جزء كتير مهم من ظهور الشكل النهائي للأغنية طبعاً وإنت قدي بتكون مواكب للي عم بصير في الدنيا بدي أروح لجزئية أنت بعروفة رانسي بني تشاركي كتير بمهرجانات عربية ومهرجانات المحلية أنت دائماً موجودة ودائماً إليك حصتك الكبيرة وكذا بنا نحكي عن مشاركتك بالمهرجانات العربية وأدي مهمة للفنان خصوصاً أنه الفنان القادر أنه يغني على المسرح وهو شخص متمكن ومش بلاي باك وعم بيطرب الناس وعم بسميهم صوته الحلو أحكي لنا عن أهمية هاي المشاركات ولا شاركتي كمان بمهرجانات أشوف المهرجانات بتعزز من الفنان وبتخلي يبين أدي هو قادر أنه يقود للمهرجان مهرجان مش شي سهل أنت بتقابل عدد جمهور بيكون كتير كبير وخصوصاً إذا كانت على مسارح بتكون كتير مهمة مثل مهرجان جرش أنا شاركت في المغرب القدس عاصم للثقافة العربية شاركت تركيا شاركت مهرجان مصقط بعمان ففيك عدد كتير كبير مهرجان الإسكندرية للأغنية فهذا الإشي بيخلي أنه أنت عم بتكل مرة عم بتشوف جمهور مختلف عن بلدك وبالتالي بتشوف شو ردود أفعالهم وأدي شو فئة الناس شو بتحب أكتر أنواع أغاني فمواجهة الناس أنا بعتبرها شي كتير مهم للفنان ومش سهلة أبدا فأنا كل مرة بطلع فيها الجمهور في كمن ثاني هيك بالأول بحس أنه قلبي كتير عم يقفق بسرعة أنه أنا بدي أقابل الجمهور بشكل بيكون كتير كبير فهذا إشي بيعتبره أنا كتير مهم للفنان طبعا مية بالمية طب شو رأيك بمسابقات الغناء؟ أن أنت معها ضدها شوفي أنا أكيد مع وضد هلا مع أنه كتير أثرت مسافة على الناس وبينت قدش في كم كتير كبير من أصوات الجميلة وأتاحت فرصة كتير كبيرة لإلهم أنه الناس تشوفهم بأسرع وقت ممكن لكن في جوانب أنا بشوفها شوي مظلمة إذا بتقن بهاي الأمور أول شي بتأثر كتير سلبا عن نفسية المشترك إذا في حال أنه هو أحبط من قبل أحبط بالزبط من البداية أو بعد مرور فترة معينة صار إحباط الشغلة الثانية أنه شركات الإنتاج ما بتأخذ كل هاي المواهب طبعاً وبالتالي أنت رح ترجع تحفر الطريق بإيدك ومش كتير سهل لأنه أصلاً يعني مقاييس شركات الإنتاج كمان اختلفات بطلت أنه كانوا بالأول هم ينتجوا الأغاني هلأ بالوقت الحالي أنا بوزع فقط الأغنية صح وأقودهم صعبة يعني بالزبط تماماً هذا الجزء بيعمل إحباط كتير كبير للمشتركين وقد شفنا أصوات حلوة واليوم مشتركين صح وانتناهم يعني بطلنا نشوفهم وحتى في ناس وصلوا للنهائيات بالزبط فأنا بعتبر أنه الطريق شوي شوي بأساس متين أفضل من أنه بسرعة وتروح الأمور بشكل كمان سريع هل بطلع بسرعة بنزل بسرعة بنزل بسرعة مئة بالمئة طب شو بدك تسمعين هيك إشي كمان جميل من أغنيكي أنا حظ أنا بدي أسمعك من أغنية وأنا بحب أكثر أغنية بتحبيها قريب على قلبك يا نور عيوني بدي تسمعني لا تحرب مني وعنك تمنعني قلبي عغيابك والله بيوجعني انت كل الناس أنا كرمي لك بدي أنساه لو الشي مر علي بتقساه رح قول بحبك بدي قلبك يسمعها بإحساس يا حياتي انت يا كل الكون بدي تبقى يا عمري هون الحياة من دونك سودا وإنتاج ما اللون يا حياتي انت يا كل الكون بدي تبقى يا عمري هون الحياة من دونك سودا وإنتو أجمل لون طب خلينا جد رائع فخمة رائع حكي لنا شو جيدك عطينا شي حصري بس لمزاج FM بس لمزاج FM في أغنية جديدة إن شاء الله رح تنزل على عيد الفطر إن شاء الله وهي أغنية سعودية حيلو بيت الموضوع طبعا للشاعر مانع الشبان من السعودية إلحان نجم الخطيب توزيع حسن تسجيل استوديو اي ميوزيك فإن شاء الله كل التوفيق طبعا نانسي كمان من الأشخاص اللي عندهم إصرار وشغف من البداية يعني هي والأهل والأصدقاء دايما هم بألفوا بصوروا بعملوا فيديو كلابات وكذا بمساعدة أصحابهم ومساعدة إخوانها وكذا في حلم وفي دعم من الحوالات وعم توصل وهذا الأشي اللي هو أنا صراحة دايما بقدر هذا الأشي فيكم ونفتخر بهذا نانسي للأشخاص اللي عم يسمعوني هلأ وين بقدر يتابعوكي؟ موجودة يعني أنا دائما على سوشال ميديا عندي على صفحاتي دائما بخبر أول بأول لما يكون أنا عم يشارك انستغرام فيسبوك يوتيوب تيك توك كمان باسم نانسي بيترو هو اسمي كل التوفيق لإليك وهاي دعوة لكل الأشخاص تابع ونانسي نانسي تستحق مننا الدعام وتستحق مننا دائما نسمعها ونشير لها أغانيها وصاحب الصوت جميل جدا وإن شاء الله نلتقي في الأيام اللي نقبل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا